احكام الطلاق في الاسلام اتكلم عن خطورة الخلع وعن عقوبة المرأة المختلعة التي تطلب الخلع من غير بأس من زوجها فقد جاء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ممرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس اي ممرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فحرام عليها رائحة الجنة المرأة التي تطلب طلاق من زوجها لا لشيء انما لتتمتع في هذه الدنيا كما تزعم انما لتخرج كما تحب وتشتهي وتأتي كما تحب وتشتهي وتذهب مع صويح باتها وتذهب الى هنا وهناك هذه لن تشم رائحة الجنة والعياذ بالله لن تشم رائحة الجنة فبماذا بعتم اخرتكم يا معاشر النساء اللواتي يطلبن الطلاق من ازواجهن فقط لانهن اصبحن في بلاد الغرب لماذا؟ لماذا بعتم اخرتكم؟ بماذا بعتموها؟ بماذا؟ بدنيا زائلة؟ بدنيا فانية؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات المختلعات هن المنافقات المختلعات اللواتي يطلبن الخلعة لا لشيء لا لشيء انما كما ذكرتوا ليتمتعوا بالدنيا كما يزعمون هن المنافقات وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقات ونحن نعلم بان المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله كما ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من طلب الخلع من غير بأس ايضا حذر الاسلام الرجال من ان يعضلوا نساءهن فقط للضرر بهن حتى يتنازلن عن مهورهن اذا ارادوا ان يطلقوهن هذا ايضا لا يجوز هذا ايضا لا يجوز اذا كره الرجل المرأة ورغب عنها لسبب ما فعليه ان يفارقها بمعروف كما امر الله عز وجل ولا يجوز له حبسها والاضرار بها لتفتدي نفسها منه يحرم عليه اذا كره هذه المرأة ان يضيق عليها لماذا حتى تتنازل عن مهرها او حتى تعطيه المهرة ان كانت قد اخذته منه مقابل الطلاق هذا لا يجوز كثير من الرجال يضيق على امرأته ويضيق عليها ويضيق عليها لماذا حتى تتنازل عن حقوقها هذا ايضا محلم ايها الاخوة ايضا هناك من النساء من تطلب الطلاق وليس الخلع الطلاق فتذهب الى بيت اهلي هذا ايضا لا يجوز اذا أردت الطلاق فاجلسي وامكسي في بيت زوجك يطلقك تطليقة واحدة وتنكسي عنده حتى تنتهي عدتك ثم تنصرفي بعد ذلك مع كامل حقوقك اما ان تذهب الى بيت اهلك وتطلب الطلاق ايضا هذا لا يجوز هذا لا يجوز ان تتذهاب مباشا ولا رجعت لزوجك عليك فاخترعي وافتدي نفسك وردي اليه مهره الله عز وجل يقول واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوة واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لا يجوز لك ايها الرجل ان تضيق على زوجتك الا ان لا قدر الله اتت بفاحشة مبينة خانتك والعياذ بالله عندها يجوز لك ان تضيق عليها حتى تتنازل عن حقوقها لان هي التي اخلت بعقد الزواج وبعقد الزوجية وهي التي خانت العهد اما ان فعلت الفاحشة وطلقتها مباشرة فيجب عليك ان تؤدي لها كامل الحقوق يجب عليك ان تؤدي لها كامل الحقوق اما ان ضيقت عليها إن فعلت الفاحشة وأرادت أن تفتدي نفسها فلا بأس بذلك أيها الإخوة بقي أن أتكلم عن الخلعي هل هو فسخ أم طلاق هذا ما سأتكلم عنه في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته